علاقات ليست كغيرها تلك التي تربط مصر والمملكة العربية السعودية علاقة فريدة تعد نموذجاً في التآخي والتعاون بين الدول ومثالاً حياً على وحدة المصاري والمصير في مواجهة الأخطار والتحديات ليس التي تتهدد البلدين فحسب وإنما أيضاً تهدد محيطهما العربية والإقليمية على السواء عوامل عدة تميز العلاقة بين القاهرة والرياض جغرافياً يتجاور البلدان بحيث يتوسطان عالمنا العربية ودوله من المحيط إلى الخليج أما تاريخياً فتشكلت اللبنة الأولى للعلاقات الوطيضة بين البلدين عقب توحيد المملكة في عام 1946 وخلال زيارة الملك السعودي المؤسس عبد العزيز آل سعود إلى مصر كانت قولته الشهيرة لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب وأصبحت تلك المقولة دستور العلاقة بين مصر والمملكة وبين مصر وأشقائها العرب أيضاً مسيرة طويلة تجمع مصر والسعودية مسيرة تتجاوز آفاق الأروقة الدبلوماسية والسياسية وتستند إلى إيمان راسخ لقيادتي البلدين منذ بداية العلاقات وحتى الآن بأن الرؤية واحدة وأن المصير مشترك وأن التعاون في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والثقافية فرض عين لصالح الشعبين المصري والسعودي والعربي أجمعين وما يمنح العلاقات المصرية السعودية هذا الزخم الكبير هو تلك المكانة الكبيرة لكليهما في العالمين العربي والإسلامي فعلى الصعيد العربي تؤكد الخبرة التاريخية أن القاهرة والرياض هما قطبة العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج كما أن التطابق الكبير في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية هو السبيل لمواجهة العديد من المشاكل العربية والإسلامية محطات بارزة في تاريخ العلاقات المصرية السعودية في السابع والعشرين من أكتوبر عام الف وتسمائة وخمسة وخمسين وقع البلدان اتفاقية الدفاع المشترك وفي عام الف وتسمائة وستة وخمسين وأثناء العدوان الثلاثية على مصر كانت وقفة المملكة مع مصر وهي تواجه عدواناً غاشماً من كبرى دول الغرب وخلال حرب أكتوبر عام الف وتسمائة وثلاثة وسبعين كان التآخي والتعاضد بين الأشقاء وقادت المملكة معركة البترول لخدمة حرب أكتوبر وجاءت هذه الحرب بنتائجها العسكرية السياسية لتثبت حقيقة استراتيجية هامة هي أن لقاء مصر والمملكة على استراتيجية واحدة متمثلة في التنسيق الشامل يمكن أن يحقق الكثير من الأهداف والمصالح العربية العليا وفي أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو لم تنس مصر وقفة السعودية دعماً ومساندة في وقت كانت تتعرض خلاله المنطقة لواحد من أسوأ سيناريوهاتها لن تروا هما إلا معاً مقولة تميز العلاقة بين مصر والسعودية في السراء وفي الضراء تجتمع مصر والسعودية ولن يفرقهما شيء حتى يرث الله الأرض وما عليها